صعبت منيح؟ شكرا وبعد الفراشة الصغيرة تبع المنورة بيجيه הקدوش باروخه بإله لموشه ربינו ولקחتا سولت وأفيتا אותا شتم عسرى حلوت שני عسرونים יהיה החלה האחת בדيكتا خوتطحين وتخبز 12 رغيف خبز وسمتا אותם שתיים معרכות שש המערכת على الشلحان التهول לפני אדוני معروف انه بالمشكان وببيت المقداش كان في مسبحوت وكان في المنورة وكان في الأرون وكان في الشلحان الشلحان الزهب اللي هو اسمه الشلحان הפنين شه يعني الشلحان הפنين طاولة اللي عليها بيحطوها الغيف الخبز اللي عم بيوصيبه رعولا من المشرف بينه شلون بيحطوهن ستة على اليمين وستة على الشمال ومجبور هالخبز يكون على الطاولة دائمان وشو بيساوا مع الخبز بيوم الشبات بيوم الشبات يعرخنوا לפני אדוני تميد مآد بني اسرائيل بريت عالم الكهانين ربوتاي كان معاشرة بينه يخبز هذا الخبز يوم الجمعة يجي الكهانين يوم الشبات بصبح بعد كربان موساف يأكلوا الخبز وكان هو فرش متل ما خبزوا من اول مرة يعني يخبزوا يوم الجمعة ويضع لتاني الشبات ليس شبات لي جائلة يضع لتاني الشبات وبعدين يدري لبو ويخبزوا كمان مرة ويضع لتاني الشبات الخبز دائمان فرش متل اول يوم اللي خبزوا يوجي الكهانين بعد كربان موساف يأكلوا الخبز والمثبه هي كانت انه حرام تقيم الخبز إذا ما حطيت بداله الغيف التاني يعني دائمان لازم يكون على الطاولة 12 غيف خبز اللي احنا منسميه خبز بس هو بقمات كان ماتسا ليش؟ منشان بيساح شو بتصايب البيساح اذا كان خبز شو هنح يكون على الطاولة لذلك وصل السنة كمان يكون ماتسا لحنا منسميه اللي حما بانيم بس هو بقمات كان ماتسا ووين كان هالشلحان؟ الشلحان كان بالعزارة يعني الكوهين قادول بيفوج للكودش كوداشيم مرة بالسنة وبالكودش كوداشيم في الارون الارون برات الكودش كوداشيم بالكودش في عندك هالشلحانة بانيم وعندك المينورة برا قديش كان تقلو اذا بدك تقول لك كل رغيف ماتسا بس الليل اللي حنقول لحنا خبز لحمة بانيم خمسة كيلو جرام يعني 11-12 باونز كل رغيف خبز كل واحد وعندك 12 كل واحد كان 12 باوند ليه؟ مشان الكوهينيم لازم ياكلوا منه كل واحد 12 باوند نحكي شوي على اللحمة بانيم بعدين منفوت على الشعور المطع الغميلة اللي نحكي عليه نشوف شو الدرس اللي إنا للحياة في جمارة مسيخة يومة دفلا متحيت بتقول جمارة بوقت بيت المقداش كان في عيلي واحدة عنده السر شلون بيساوي هالخبز شو المعنى؟ هلا كل واحد بقدر يساوي خبز بس كان لازم يعرفوا شلون يساويه بالطريقة انه يضل فريش لكل الجمعة وبس عيلي واحدة اسمها مشباحة قرمو بيت قرمو كان عندهم السر شلون يساوي الخبز اجوا الكوهينيم وقالوا له العيلي It's not fair لازم تعطوا انتو السر لكمان ناوس واذا انتو ما قدرتوا يوم واحد وما في حدا بالعيلي يما نكون عادين مين لاحيساوي لحمة بانيم ما رضيوا يعطوا السر لواحد ثاني متل اليوم في عندك مطعم عنده secret recipe secret formula صح؟ ما بدوا يعطي هال secret formula واحد ثاني مشان بروح بيساويه ايه وبعدين بيضرب عليه سو مش باحد بيت قرمو قالوا ما فيه ما منعطي السر قالوا الحخاميم اذا هيك من هون رايح انتو ما عاد ساوي الخبز راحوا يعطوا الوظيفة لكام ناس من اسكندرية من مصر جابوا ناس من اسكندرية من مصر تعووا ساوينا الخبز المشكلة ساوي الخبز بس بعد يومين عفا ايجوا الحخاميم ردوا نادولهم لمشباح اتقرموا وقالوا لهم تعووا خدوا الوظيفة من اول جديد بس ليش انتو ما عمدوا ردوا تعطوا السر لواحد ثاني قالوا احنا خايفين اذا ويع السر بايدين واحد اللي مانو الشومير شبات يا واحد مانو خايف الله بساوي عبودازراب الخبز هلا تصوروا خبز اللي ما شو بيقوله بالعربي ما بيبقى ما بيعفن منقول عفن ما بيعفن كل الجمعة صوروا وبس واحد عنده اسر اذا ويع بايدين واحد برمنان منو خايف ربو بيساوي الخبز اللي عبودازراب هاي كان كل القصة مش بحد بيت قرموا اوكي شو السبب ربوتاي اللي كانوا يسموه لحمة پانيم لحم خبز فانيم يعني الوش الجمعة بتقول نكراكك بقلال شهايولو هربس داديين فانيم يعني بتقلبو الرغيف الخبز كل الرغيف الخبز المطسو كل جلب هو نفس الشي يعني ما عندك جنب مأمار وجنب مأمار وجنب مخبوز لا كله كان اكزاكلي برفيكت كل الوش تابعو شلوم ما دورتو هو نفس الشي لاخير اسمو لحمة پانيم الترقوم يونتان بن عزيقيل بيقول ليش اسمو لحمة پانيم بكبان شهو היה پانيمي بتوخ المشكان والمكدش شعني پانيم جوه بفنيم كان جوه ما حدا يشوفو هلا من برا ما بيشوفو لحمة پانيم بس اللي يعد ببيت المكدش لخين اسمو لحمة پانيم شغلي اللي كإله هي سر اللي بس واحد مخبّل يعد جوه بيشوف الخبز اوكي ليش وصانا بورع ولا منونساوي لحمة پانيم شو المعنى طبع كل هالمزوي انو لازم دايما نكون خبز عالطاولة بيقول رنبام ما بعرف الرنبام بيخبضوه بعتسمو بيقول انا جربت اتدور واجيب السبب على اللحمة پانيم وما ما بعرف السبب بالحخمين من اللي اجوا بعد رنبام قالوا يمكن هاد السبب اذا منحط دايما خبز عالطاولة بالمشكان بورعولام يبارك الخبز بحياتنا يعني اللي احنا منساوي هون بورعولام بيقلت كيلو متل ما قلنا هاديك الجمعة اضوناي تسليخة على اليادي يا مناخة بورعولام امرأة انت بتساوي هيك بورعولام بيساوي نفس الشي واذا لحنا دايما عنا على الطاولة تبعنا على المسباح الزهاب مسباحة ببانيمة شو الحنة ببانيمة على هالطاولة خبز مت ما بسونا بورعولام متل ما هالخبز ما بيصور لشي وما بيعفن انشاء الله بورعولام تخليل الفرنسات البعنا متعفن ايك بيقولوا ايك جربوا يقولوا طوب جمرة مساكت حقيقة دفخا و ثلاث مرات بالسنة كانوا يطلعوا اليهود لبيت المقدش پسح شبوعات سوكوت شلوش פע عمين بالشانا يرايكوط زخوريخا اتبني هشم الوكيخا بمقوم الشيء يبحر بحاج المتصوط بحاج الشبوعات بحاج السوكوت ولا يرايئت بني هشم ريكم ايش كمتنات يدو كبركات هشم الوكيخا أشر ناتل لخ لما يطلعوا سابري من النهم لما يطلعوا عم يسرائيل ثلاث مرات بالسنة لبيت المقدش كانوا الكوهنين يطلعوا الطاولة شلحان הפנים يطلعوا لكل عم يسرائل يشوفوا يقولوا لهم شوفوا قدش بوري علام بيحبكن شارفين هالخبز صلوا على هالطاولة جمعة كاملة وما عفن المعنى إذا واحد بيسمع بكلامه لبوري علام بوري علام يباركو وما بيقصر شي وما ننصو شي كل حياتو لأرقود حباتام لفنها قدوش بارخو انفرجي الناس قدش بيحبنا بوري علام من هوم نتعلم ربوتاي إنه إذا الخبز لازم يكون فرش كل الجمعة ومو بس فرش بيديقو يوم الخميس سخن لساتو سخن عم بطلع منو السموك لحنا لما نعبد بوري علام كل يوم نعبد بوري علام متل أول يوم بهايوها دي باريما إلا أشانو خيمة صفيخها هيوم عالي بابيخا يكون اليوم متل كل يوم متل أول مرة ما شفتها لمرتك أول مرة ما حطيت التفلين علي إيدك أول مرة سويت مزفاة قدش أنت كنت حابب تساوي هالمزفاة كل يوم يكون متل أول يوم متل الخبز الخبز بيخلوه على الطاولة وكل يجي معه هو فرش ما عفن ما صلوه شيء كل يجي معه نفس الشيء انت لما تعبد ربك كمان لازم كل يوم تعبد بوري علام بنفس الطريقة لذلك مكتوب الجمارات مسيخة بابا بترا تفخاف هي هاروسيلها عشير ياتسبين المعنى هلا بنتصور أنه إحنا فتنا لبيت المكداش بآخر بيت المكداش بالمزراح بحق الكودش وكودش الكودش وكودش 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 والأرون برا لديك بنفس الجهة بس الشمال شوي الهي الشلحان على الشمال لذلك بتقول إذا بدك أنه بوري علام يباركك ويكون عندك فرناسة لما تصلي للجهة مزرح بس لجهة شوي للشمال وين كان الشلحان من شان إذا الشلحان هو كله على البراخة من بوري علام لما أنت تصلي هارو تسلي عاشير بدك أن يكون عندك مصاري ياسبين المعنى ربوتاي لما تصلي العميداء ما تصلي العميداء بالعكس صلي العميداء إيست بس شوي للنورث يعني ميلي شوي ليش؟ متل ما كان الشلحان هونيك كان براخة البركة بالشلحان أنت كمان بدك بركة بالحياة الجهة تبعك تكون لهونيك بس مو هالدرس اللي اللي احنا نتعلم الليلة هاي المقدمة كانت لكل الشلحان البانين ولحم البانين نحكي على موضوع اللي هديك السنة كمان حكينا عليه بس بغير طريقة والموضوع هو بايتسي بن إشاي إسرائيليت وهو بن إش متسري بتوخ بني إسرائيل بايتسو بمحانة بين هاي إسرائيليت دي إش هاي إسرائيلي في عنا ولد أبو مصري إمه يهودية طلع وبدو هو يروح ويحط الخيمة تبعه مع اليهود أما هو مانو يهودي ليش؟ بأيام زمان كانوا يلحاوا الأب مو الأم اليوم بيروحوا وراء الأم بأيام زمان يمشوا وراء الأب هو أبو مصري إيجا بدو يحطوا المحانة تبعه بكل خيمة بكل شي بيت ما عم بيقبلو ويقوم بين هاي إسرائيليت اتا الشم بيقلل اللون ما تتقبلوني عن كون سببوا له بوري عולם ويبيوا أوتو الموشه هي أول مرة واحد بيسبروا بو هم جابوا لموشه ربינו دي شم إمه وشو اسم إمه شلوميد باتدبري لمتا دان إمه جاي تابع إمه لدان لذلك ليش عم بإدن الفاسوك إمه من وين جيت هو راح للخيمة تابع دان قال أنا إمي دان فوتوني عندكن حبيبي بس إمك دان بس أبوك مصري رجع لمصر شو بدك انت ما عليك علاقة هون ما مندر نحطك معنا وسبوا لعلم فيانيحوا بمشمار لفروش لهم عالبي هاي الشم حطوه بالسجن هاي أول مرة صارت وموشه ربינו بخبودو وبعد سمو ما نو عارفان شو يساوي نستني الأمر من بوري علم إيجا الأمر من بوري علم قال لي موشه حطوه طلعو من السجن ورجمو بالحجر هيك ساوي معو ومن هون رايح بر منان واحد بيصب ربو نرجمو بالحجر راشي بيقول مكتوب الباسوك بيتسيب من إشاي إسرائيليت طلع هالولاد اللي إمه يهودية من وين طلع بيتسيب من وين طلع بس منشان نتذكر لحنا مين كان هالولاد ببراشات الشيموت تعرفوا إنه كان في واحد مصري عم بيضرب واحد يهودي وجمو شرب بينه شافر المصري وقال شي ما مفوراش وأتله ودفنه من تحت الترب ليش المصري كان عم بيضرب اليهودي منشان بنص الليل يا بوش الصبح كشو اللي اليهودي قلعوا من بيته أخذ مرته ونام معه مين المرأة؟ هاي شلوميت باددبري مين طلع الولاد أم هو هالرجال عرف شو المصري ساوا ببيته أم قال له ليش يك ساويت معي قال له شو ده خلاك أنا المعلم تبعاك بلاش يضربه ومشارب بينه شاف كل القصة وقتلوا لمصري سو هالولاد هو إجا من هالمصري اللي قتلوا ومشارب بينه وهالمرأ اللي كانت مرته لدتان تعرفوا دتان بقبيلهم مرته لدتان سو إجا هو متل ما إنه مش عمدي يروح يعود مع اليهود ما فوتو راشي بيقول بيتسي من وين طلع؟ ربي براخيا أمير مي براشا شلي معلى يتسا طلع من معنى طلع فيزيكال كفر بالرب طلع يعني طلع من الدين طلع من دينه وم بيقولوا كمان طلع من دينه ليش طلع من دينه لجليك في أمار تنقلز على الوصاية تبع بوري علام على اللحم البانين وشو قال بيوم الشباط يعرخينو درخ الملخ لأخول فاتحة ما بخول يوم أنتو عم تعطون للكوهانيم يأكلوا خبز مرة بالجمعة الملك بالعادة بيأكل خبز طري كل يوم وانتو عم تعطون للكوهانيم خبز معفن هو ما آمن إنو الخبز دا حيضال هو فراش كل الجمعة بلاش يتمالز وشو قال يا تسافك الليل تمالز عالتورا تبعنا وقال هالمزفا ما بتفوت بلا عيل وراح تطلع وكفر وسبو لبوري علام بيسأل ربحي مش مولفت على فشالهم ألا معقولة معقولة وواحد يتمالز على خبز ما لقيت لي غير شي يتمالز عليها يتمالز على كريعات يامسوف على خبز عم تتمالز بيقول ربحي مش مولفت بتشوف من هون القوة تبعاً مقلزة المعنى وانتو بتعرفوا وانا قلتا مرة يمكن أكثر ما مرة بيكفي إنه بالشعور يجي واحد يقول نزع كل الشعور يا يتمالز يا يتاوب ما بيقول يتاوب تاوب وبتصير نزعت كل الشعور بكل حخام مبسوط والأهال مبسوطة وواحد سوا مقلز واحد صغيرة نزع كل البروغرام هاد الولد المكاليل بيصدق بالمذفة بس أما بدي يساوي مشكلة داد ما شرب بينه وبدأ يدور على شغلة صغيرة يساوي مشكلة عليها ويتملز عليها وعلى شو بدي يتمالز سمع مشارب بينه لما كان يسمع المذفة من بوري علام يعلمها لأهارون وأهارون للزاكنيم وزاكنيم لعام إسرائيل وعام إسرائيل يسمعوها ها هو آخر شي شو سمع سامي لحمة البانيم ها علشو من أن يتمالز لحمة البانيم جمع كل عام إسرائيل معه إنه هي لحمة البانيم مين بيصدق إنه الخبز ده حيضل طري كلها مقلة زي لحيكون معفن البوتاي هاي القوة تبع المقلة زي بيقول مصحف مثلات يشاريم الترس اللي كانوا ياخدوه للجيش للحرب الترس قبل ما يحطوه كانوا يمسحوه بالزيت ليش؟ كل سهم يجي عليه بيتزحلق بيقول كمان واحد مقلز كل شي ما يحكي مع الحخام معه بيتزحلق يعني كل شي ما بيفوت بقلبه ليش؟ مقلز ما بتدر دوع وقتك مع واحد مقلز على كل شي لحيتمقلز فقرهم مدروري تدويت هاي هاي مثل ما بيقولوا هاي تزال هاي تزال بمقلز هاي ليش المكليل سببه سببه علم هو بأساس المقلز بس مو هالموضوع بنحكي على الليلة هاي كلها مقدمات مقدمات حقدموت للدارس بنتعلموا الليلة بس عم بقلكم من هلا لازم يعني واحد يرى كريات شمع بالصبح وبالمساء طلع الزامو من علم التورا ودى بارزة بس دير بالك ما يسمعك واحد عم ها آريتز عم ها آريتز ربوتاي واحد قال لي نات انشترستد وما بيفهم مايك نات انشترستد عم ها آريتز يعني ما اذا اوكي حلو شي عوري تبعك حلو بس النفذ اللي يتن لي عم ها آريتز يعني خليني يعيش حياتي اذا قلت له لعم ها آريتز انه بكفي تقول كريات شمع بالصبح وبالليل وتلع الزامك من تبرية تورا حبيبي بجنن كل هاشوني هالأخوت تعرفوا كم مرة بسمعه كل هاشوني هالأخوت بخول يوم وبتحلوش وبين علابة بكفي هالأخوت بيقلنا الحخام بالصبح تلع الزامي من علم التورا لا 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 دير بالك ما تقول هالأخا قدام عم ها آريتز لك مايت الناس بيسمعوها بيقولوا اوكي مع انو تلع الزامي بس بديها تعلمت اكتر تورا ليش لا بس عم ها آريتز بيقول تلع الزامي تلع الزامي بس في إنا شو الإنا تعرفوا عننا جمارة مسيخة كدوشين دفلامت عمود بيت تقول جمارة باراتي يتسرا راع باراتي لو تورا تيفالين يعني الدفاع ضد اليسر راع هو علم التورا يعني ياسحة معك بيطلع الزامك علم التورا اذا قلت كرياتش معه بالصبح وبالمساء اما الدفاع ضد اليسر راع ما عندك دفاع اذا ما تعلم التورا بالوقت اللي عندك فاضي يعني عندك ديقتين وصل النهار فاضي ما عم تساوي شي فتاح وتعلم تورا ما تنتكر على هلاخوت اللي سمعتها بالصبح وما تنتكر على شعوتها بحقام لاطي بالليل لا ما بيكفي وصل النهار انا بيقلكون ما لحوق اسمه بس واحد اذا عاد هون معنا دائما ببرو قدام محلو شعوري تورا شعوري تورا بعرف زراجة ولا يوتيوب ولا دائما شعور هيك لازم عندك ديقتين فاضي تعلم تورا ما عم تساوي شي من غير ما تدوع وقتك بالشغلات اللي حرام بلا طعمي بقيمت بلا طعمي اللي ما تستفاد منه شي فتاح شعور تورا تعلم قدش تتتقرب حالك لبوري علم والحكمين بيقولوا وهل دفاع ضد اليسر على مو الكريات شمع بالصبح وبالليل لذلك ما تقل له ياها لعمها قارت وبتعرفوا ربوتاي شو كانت المشكلة مع هاد المكلل المكلل من شان كان ناقصه تورا شو قال بكفي اقول كريات شمع بالصبح واقول كريات شمع بالليل وطلع الزامي حبيبي همعك طلع الزامك بعلم التورا بس اليسر هرع لسه شغال بوسطك وما عندك دفاع ومشان ما كان عنده دفاع طلع وسبه ري علام صوروا وصل لمدرجاك الادواطية انه سبه ري علام مين بيسبه ري علام برمنان بس هيك اذا واحد ما عنده تراب بالحياة اذا واحد ما عنده تراب حياته برمنان بيقدر يساوي اكبر عبرات بالعلام بيقدر يكون عنده مصاري ويعطي صداكات ويحب مدينة اسرائيل ويحب عم اسرائيل ويحب اليهود اذا ما عندك تراب برمنان اذا واحد ما عنده تراب وهذا زلمي نفس الشي هذا المكان الليل ليس سبه لبوري علام منشان نقصه من جوا تراب ما بيكفي تعلمها لاخد بالصباح وما بيكفي روح تعلمها لاخد بالليل لازم وسط النهار بالوقت اللي عندك فاضي دايما تعبي حالك بالتراب بيقول مصحف ليب اهرون وهلا مفهوم ليش الخبز اسمه ليحم هفانيم ليش بيقول مصحف ليب اهرون دايما واحد بكل شي اللي عم بيساوي بالحياة لازم يكبر انه انا عم بيساويه لشيم شمايم المعنى بقدر يكون عم بيأكل واذا عم بيكفي انه انا عم باكل مشان اكون عندي قوة انه اعبد بوري علام اكتر بيحسب لك ياها بوري علام الاكل كييلو اللي تعلم تورا كييلو عم تعلم تورا تصوروا حاطين قدامك هلا ستيك وبدك تاكلها وبتقولها بالما تاكلها انا عم بكفي بهالستيك الطيبة وليح يجيبون هلا كاتشاب وليح يجيبون لي السوسز هلا كمان شوي بتاكل وليح تكون كتير طيبة بس بكفي انه انا عم باكل مشان اكون عندي قوة انه اعبد بوري علام بوم سوالك ياها بوري علام كييلو هلا عم تعلم تورا وبتعرفوا ربوتاي ليش وصنا بيقول المصحف لي بأهرون انه يكون الخبز عطاولة منشان الخبز لمكان اذا بتكون اسم بوري علام بالشغل اللي عم بتساوي يقلب لك ياها بوري علام كييلو هلا عم تعلم تورا بس ربوتاي هي بس تثبت اذا واحد عنده تورا بالحياة اذا ما عندك تورا بالحياة وبقلكن قلتا بالشعور بالانجليزي ما شاء الله بتعرفوا كم سؤال هلا خا نازل وعطولي واسطنهار اشريخيم يسرقيم باروخ خشيم اوقات بقول حاجة بقى حاجة فكوني دي ارتاح دي انام بس من جانب التاني بقول بس انت بتكون حخام تكون حخام لازم جايب الناس مشبور جايب الناس ولازم تتباها ولازم تكون مبسوط انه ناس ما عم بيساوي شي تايسألو ابو تاقي التورا مو بس قصة التورا مو بس كتاب التورا بتقلنا شن نعيش الحياة اما هادي الميكاليل ما بدو اتمقلاز على قفلو خبز اتمقلاز ليش بتشوف انه من جوا ما كان عمها قارت مخمو مو علم التورا مخمو نقرب حربوا ري علام لذا اتمقلازوا سبوا ري علام بس اذا ما نقدر نغمي ربوتاي ولا نغمي اكتر تعرفوا بالبيت المكداش كانوا يطلعوا شلوش بعمين بشنا بيزح شبعوت سوكوت ويرعسوا وينبستوا وياكلوا ويقدموا كربانوت اما كان في واحد اكتر من واحد كان في ناس بالبيت المكداش يكون عندهم تمقا واذا دقوا هننشغلة بالبيت المكداش سواتمقا مثلا المنورا اذا دقوا المنورا سووا المنورا تمقا اذا دقوا الشلحان سووا الشلحان تمقا اذا دقوا المزبيح سووا المزبيح تمقا لاخرين الكوانين دائما لازم يروح على المكفين يكونوا كدوشيم تهوريم واذا حزف الشلوم واحدة من الكلم تبع بيت المكداش اجعلون تمقا شو بيساووا فيهم مشان يساوون تهور مكفين بياخدون عن مكفين بيطبلوون بيطرعوون وبيصيروا تهور من اول جديد وابل ما اكمل انا بالجمارة يا ترى ايا واحدة من الكلم ما مادن نحطها بالمكفين ليش لا قربت لا لا بيكبلتوا مقا ليش اذا المزبيح بتقلي انه لازم دائما نكون نخبز على الطاولة اذا قمت الخبز منشان احط التلحان بالمكفين والمزبيح لحم بانيم لفناي تميد عندي مشكلة منشان هيك ربوتاي اسمعوا هالجمارة كتصد معبيرين على تهورات عزارة شلوم بيحطوا الكلام بالمكفين مدבילים את הכלים שהיו במקدش بيحطوا الكلام بيحطوا بالمكدش وامريم لهם بيحطوا الكلام 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 إذا بالصبح أمر خبز بيحطوا الكلام إذا لا يكون فترة أن الخبز ما يعني الملأ عن الخبز يكون عندك انرجي يكون عندك نار يكون عندك فراش إنه تعبت بريع ولم بيأي عام قارس بيقول دي 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 قالت الجيمارة إنه لا يكون فترة إنه الخبز ما أنا واقعد عالطاولة صح؟ المعنى أنا بيتعلم من هون إنه لا يكون فترة إنه ما أنا بتبريع ولم فيمتوها لأخين حرام تقول له يا أهلا عمه آريدس منشان بيجي عمه آريدس شو بيقول ديا؟ المعنى يوم الثانين بصلي يوم الثلاثة مدروري يصلي منش بتقول لي إياها؟ شلحان ما كان الخبز دايما عليه المعنى ما عليش يكون فترة ما تعبد بوري علم وانا ما بعبد بوري علم شفتوا ربوتاي ليش لازم نقل له العمه آريدس دير بالك ما تدق مع أنه إذا دقوا ما بصير شي مش هم تبضوا ما بصير شي بس ما بدنا يا هو يكون به المعرفة والفكرة إنه مثل ما ما في خبز عليها وما عليش ما فيه شي أنا كمان ما بعبد بوري علم يوم الأربعة ما فيه شي الميكاليل اللي ربوتاي نفس الشي الميكاليل بيعرف الهلاخات مشارب بينه علمهم كل هلاخوت والميكاليل شو قال إذا في فترة إنه الخبز ما لازم يكون على الطاولة في فترة إنه أنا ما لازم يعبد بوري علم طلع سبولة بوري علم يوم بيمرو عليك بلا علم الترى الله بيعلم شو بيصير تعزبيني يوم أعزبخا يومين الترى بتقول تتركني يوم أنا بتركك يومين يعني ما عندك الدفاع من بوري علم على الترى هي بوري علم إذا ما بتعلم ترى أفلو يوم واحد مش هم تقول لحيم مضرور يكون عليه برمنان شو بيصير والميكاليل ربوتاي نفس الشي صار مع الميكاليل بس ناخد شغلة أغمى إذا معلش معلش إنه شغلة أغمى نعم؟ ليش هو هذا المكاليل هو أخذ هالأنيان طبعا لحيم وتمالذ على هي وتمالذ على هي وتمالذ على كمالة المزوط لحنا اسمنا يسرائيل رح يسرائيل يود سين ريش ألف لامد راشته بوت يش ششيم ربو أوتيوت للترى يعني في ستمائة ألف حرف بالترى ها كدوشا ومتل ما في ستمائة ألف حرف بالترى لحنا الأساس طبعنا الشرش طبعنا ستمائة ألف نشاموت مع أنه باروخة الشيم في أكثر من ستمائة ألف يهودي بس كل نشامات تبع اليهود ملزوقة بالرقم الأساس ستمائة ألف مش هل إحنا طلعنا من مصرايم فتنا سبعين طلعنا ما شاء الله ستمائة ألف متل ما طلعنا ستمائة ألف الشرش الأساس الرقم الأساس هو ستمائة ألف دقيقة شوفوا الحدوش إذا كل حرف بالسفر ترى معلق بنشامات تانية المعنى كل واحد هنا وكل واحد عام إسرائيل كل واحد عام يتفرج وليس يتفرج إله حرف وشرش بالسفر ترى وهلا سمعوا الحدوش لحنا منقول كل يوم وكل بنايخ للموده أدوناي ورب شلوم بنايخ ما بتقولوا البلكاتورت تانية البليهو فسولي ربوتاشو يعني وكل بنايخ للموده هشم وكل أولادك يعني عام إسرائيل بيتعلموا بوري عالم للموده هشم يعني بيتعلموا بوري عالم هذا التفسير ولا مو هذا التفسير مو هذا التفسير سمعوا التفسير ده كل بنايخ وكل إنسان بيعود بتعلم ترى للموده هشم بوري عالم عام بتعلموا لا بوري عالم عام بتعلموا المعنى لحنا الترى طبعنا شو مكتوب بالترى طبعنا ربوتاي برشيد شموت بالترى طبع بوري عالم اللي بتعلم مك اليوم شو عم متعلم؟ عم متعلمنا لحنا المعنى لحنا بالعلم الترى طبعنا عم نعطي كابياخو القوة لبوري عالم تنو عوز ليلوهيم لحنا عم نعطي بوري عالم قوة وبالقوة اللي احنا منعطي هو كمان مرة بعطينا قوة وقلقال حوزير بعالم دولاب لحنا نعطي قوة هو بيعطينا قوة المعنى ربوتاي شايفين لحنا هنا عادينا عم متعلم ترى قديش مبسوط بوري عالم هلا مو بس مبسوط عم بيعطينا قوة انه ان شاء الله كمان عيدة كمان مرة ونتعلم اكتر واكتر هاي المعنى في خول بنايخ لمو ده الشام كل ولادك الترى هي العلم تبع بوري عالم شان بوري عالم هم متعلمه هلا شوفوا هلا شوفوا اشتو مربوطة مع المكالليل هاد زلم اقليفي سب شكرا شكرا لما احنا كنا ربوتاي بمعماد هار سيناي نزلوا ملأخي ولبسوا على راسنا تاج كم ملأخ نزيل ستمائة ألف ملأخ ليش مايك ستمائة ألف ملأخ مشان كل واحد عنده تاج شو عم برمز لهم بوري عالم لعام اسرائيل وكل واحد عنده تاج كل واحد عنده حرف بسفر تورا هلا شوفوا لما اجا هاد الولد وبدو يفوت بعام اسرائيل مشان يحط الخيمة تبعه هونيك وقالوا له نو لن نقول شوارا الأبات استعملوا الباسوك ايش عالدِجْلوب بآتوت قالوا له كل واحد بمشي ورا العالم تبعه عالدِجْلوب بآتوت كل عالم شايفين هون كل عالم عنده غير صوره وغير لون كل شبت وكل عالم كل شبت 10 عالم 10 شبت وستعملوا مكتوب الباسوك ايش عالدِجْلوب بآتوت اوتوت يعني السورة اللي عليه بس كلمة اوتوت بتسوي كمان كلمة اوتوت ايش على دقلو باوتوت ايش اهد الولد بعام اسرائيل وقال له انفوتوني قالوا له انت مو من 600 الف حرف ومتن ما سيفرت هراء اذا عنده حرف زيادة باسول كمان انت اذا بتفوت بعام اسرائيل سويت كل عام اسرائيل باسول منشان احنا بنعرف الشير اشتبعك اشتر اشتربعك عاطل من الشرشو ما عندك تاج اكزاكلي منشان ما الاخين بس لبسوا التاج لعام اسرائيل مو لكمالة الناس اللي عيري براب اللي كانوا عادي نونيك باش شوفوا الى ربوتاي شوفوا شو صار هلا لحي ما بانيم كامر غيف خبز ربوتاي اللي احنا قلنا نعش ليش نعش ستة وستة منشان كل شابت معلق بالغيف تاني اما قوي هاد المكلل شو قال المعنى انا ماني معلق بالخبز تماناز على الخبز ليش من كل الشغلات هو تماناز على الخبز منشان شاف انا ماني معلق بالخبز كيف يقولون خبز بالحبراني؟ لحم صح؟ لحم على ده 78 78 هو ثلاثة مرات اسم بوري علام يوتكي بافكي ستة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين صاروا 78 كام حرف عنا باسم بوري علام يوتكي بافكي اربعة اربعة واربعة واربعة اتنعش لاخين عنا اتنعش رغيف خبز واتنعش شابت كل واحد معلق باسم بوري علام ايجا المكلل قال فوتوني انا ويني انت ما ما قال لك كانكشن ما قال لك كانكشن بلش يسيب بوري علام شوفوا رابوتاي شو بيقولوا هون بريد صديق تعرفوا في ناس عندهم المنهاج اخي ماير شليتا عندهم المنهاج انه يحط على الطاولة تبعه اتنعش رغيف خبز يوم شبات يعني ويساويون متل مشكان ستة وستة وبنص الخبز اللي بيأكلوا لحم مشني منو جابوا فريد صديق رابط صدق هكو هم لوبليم بيقول وبشبات منيحين شنم عصار لحم لزخر لحم منشان اتذكر انه بايم المشكان المقداش كان عندنا هالطاولة تبع الخبز وشو باستفاد انا شكل احد مي اسرائيل ياخول لكبل مكدوشات كل هالشينين عصار شباتين لما انت تاكل خبز مو بس عم تاكل خبز عم تسحب انت القوة من طناع الشباتين مثل اللي هلا رابوتاي 12 شباتين بالصحرة شو كان يساوا كل نهار كان عندنا هم تويشن كان عندنا هم شلون بايت كان عندنا اهرونكو هين يعلمون شلون بايت ما في مشاكل 80 ألف ولد سموهن اهرون منشان اهرونكو هين سوا شلون بين رجال ومرت 80 ألف صبي لما خلق سموهن اهرون ما في مشاكل شلون بايت ما في مشاكل تويشن بدك اكل عندك المن عطشان عندك البقير بدك اواعي مو مشكلة الاواعي يكبروا معكون الصبات طلعت بمسرايم عمرك 10 years old صبات رقمه 4 تعنقول ياسر صبات رجل صبات 4 يكبر يكون اهرونوت 819 same shoes نعل خالو باليتامي عن رجل اخا برجل خالو بال سملته خالو باليتام برجل خالو بالتسيكا شو كان يشاو كل نهار اللي كان تعلمو ترى اما هاد المكالليل شو قال ربوتاي انا بكفي بتعلم ترى بالصبح بتعلم ترى بلي ليش متل ما الليحة ما بانين ما عارش اذا في فترة ما عالي الخبز وانا كمان معنش فترة ما بتعلم ترى آه نقصو الترى نقص القوة تبع 12 باتيم طلعوا سبوري علام هيك بيصير مع انساني اللي ما عنده تراب الحياة برمنان بقدر يصر لبرمنان اي مدريقة بشوفوا ربوتاي في عنا السؤال عظيم في بيروش بيقول انه هاد الولد المصري اتجير واذا اتجير ليش ما فوتو ايم 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 ابل اذا اتجير هاد الرنبان بيسأل السؤال صار عنده شابت ليش ما يفوتو اذا بتجير معلق هو هلا لامه يفوتو لدان اه بس ديقة انت كدب شعور انجليزي اسمع 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 فيكو حامعو ديقة ديقة عم اسرائيل عندنون ستمائة الاف تاج القريم بشو معلقين التاج فوق الاحرف طبع السفر تورا هلا بتعرفوا بالسفر تورا الاحرف في عليهم انتاج القريم معلقين بهدول التاج ما عندهم انتاج الاساس طبع معاماد هارسيناي لذلك هنم معلقين بالتاج فوق الاحرف اوزا بأمت هو هادل جير معلق بالتاج اوزا بأمت هو اسمعوا ربوط اه اسمعوا ربوط ايش بيقول مسحب ديبري والمساتمر بيقول نخون عندو تاج ولهذا مكان يفوتو اما هيا الشاخين راع ذي كفر ولو هيتا نفسو شيخة لكلالوت نشاموت اسرائيل حمعاك عندو تاج وتجير ومعلق بس فرجح له انه هو عاطل فويت واحد عاطل بعام ينزع كل عام اسرائيل تفاحة مخمة واحدة بتنزع كل التفاحة تفاحات تفاح صح السلة بس انت فرجيتنا بالانجليزي بيقولوا your true colors فرجيتنا مين انت بهالطريقة تتصرف لدرجة اللي انت بتسبه لبريع ولا مشا ما فوتوك حكي معنا وبهي من خلص ربوتاي بهي من خلص حدوش عظيم اللي حرالكم يا من جوه اي احرف بالسفر ترى عنده انتوج شين عين تيت نون زين جيمال صدي شعتنيز قاتس شين عين تيت نون زين جيمال صدي شعتنيز قاتس هلا بتشوفوا ليش مهملنا واحد ما يلبس شعتنيز هلا بتشوفوا شغلة غميئة سمعوا ربوتاي الحכام ما صحف امونت عتיך شبيقول شعتنيز هو اوتיות ستان عز شعتنيز يعني ستان عز عز يعني الأوي وهם בית מקטרגים גדולים ודול תנן יסר הרע الكבר וכן גימל צדי הוא שם של מקטרג כמן הדול גימל צדי כמן ענדק מקטרג اسמו גימל צדי ומובע שלבישת בגש זעת נז יש בעיקוב גדול לתורה ולתפילה על ידי הקליפה הקשה של שטן עז לא שחרם אחד בזשעת נז רבותاي מן שן מין מעל בל הדול الأחרוף מענו לגרים חמע בסכמן שטן מעל בדול الأحרוף לעכר סטן בי בי שוב לעב שעת נז עמט 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 נאס בלבישו גורג ארמני נאס בלבישו הווי גוב אינטה בלביש שעת נז גס ביوروف מעל עמט עמט מעל עמט 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 כשעת נז סטן עז מעל לע أحرف البعيانين جيمال صدي بيساورة شتيبوت جير صدق يعني الجير اللي بأمير بده يتجير بيتغلب هو على هذا الشاتان العاز الشعتناز اللي هو مسويتر على الأحرف التاجيم بينزله وبيتجير أما هذا المكلل ما عنده تجير لسه الشعتناز السكان عليه وخلاه يسيبه لبوري علام ومو صدفة ربوتاي إنه اللي احنا عم نقرأ هالبراشاء بالشبوعوت من شان إذا اللي احنا بدنا القوة من بوري علام كدفاع ضد اليسر أراع لازم نقوحانا بعلم التورا ما عم برمي النعم بيقول ما عم تعلم تورا أكيد بس بكل لحظة اللي عنا لازم نستعمل لعلم التورا هاد المكلل قال بيكفي إذا بالصبح وبالليل وبس وشوفوا شو صار للدرجة اللي سب ربو برمي النعم كل وقت الزلم اللي عنده يقوي حاله بعلم التورا يقوي حاله إنه يقرب حاله لبوري علام يكون هو بأنرجي وبيكون بكل المحبة وبكل القوة إنه يتعلم تورا مثل الليحمة ببانين مثل ما الخبز كان دايماً سخن وكان دايماً فريش وما يعفن كمان اللي إحنا بالعلم التورا وبالعبادة بوري علام كمان نكون نفس القوة وما نعفن كيلو ما نقول يلا أوكي اليوم ما في شيء إذا ما تعلم التورا برمي النعم كان لولون العمى آردس لروبالكم ما تدقوا الشلحان مع إنه بيعرفوا إنه معلش إنه ما حطوا خبز عليها بس ما بدون يقولوا يقولوا متما الشلحان ما في على خبز لحنا كمان فترة ما تعلم التورا ساعدنا بوري علام أنه قوي حاله بعلم التورا نعبت بوري علام الأربحانة لبوري علام باروخ أدنا لعولام أمين وأمين